ألم بيكو وقراءة النهاردة هي رسالة على شانك من الشخص اللي في بالك يا ترى حبيب يقولك هي طاقة زمنية للفيديو مفتوحة من أي وقت بتسمع في القراءة إذا كنت جديد في القناة من فضلك اشترك ويفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك جول جديد وهي إذا كنت بحاجة لقراءة خاصة لينكات ورابط التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة الاختيارات المعينة ممكن تختاروا الحجر ده او الحجر ده فكروا في الشخص اللي بتسأله عنه بعدين اختار هبدأ معكم بقى المجموعة الاولى اللي اختاروا الحجر ده الشخص اللي في بالك يا رسالة اللي هو حبيب يقولها لك في الوقت الحالي الكلام اللي هو عاوز يوصله لك وانتم كاشخاص آآ ممكن تكونوا عزاب وممكن تكونوا عايشين في علاقتين يعني في علاقة في حياتك وده شخص تاني آآ او في في حياتك اتنين في الوقت الحالي بس في منكم مجموعة من الناس عزاب واموركم المادية قوية او آآ في وضع مادي كويس ممكن مستقرين ماديا آآ وعندكم حياتكم المستقلة برضو على اكتر في كتير من الناس في المجموعة دي انتم في علاقة توائم آآ بترى ان في بعض الامور العالقة او المعلقة بينك وبين الشخص ده بشكل او باخر وقد تكون العلاقة دي او الشخص ده كان بمثابة بداية جديدة او تجديد للطاقة بتاعتك بشكل او باخر انتم من الاشخاص اللي شوية بتتأثروا بطاقة الالوان آآ فممكن اوقات بتحسوا انتم بتحبوا تلونوا قوي او فترات تانية معينة بتميلوا للالوان لونين معينين مثلا الابيض او الاسود او اللون الرمادي آآ وفترات تانية من حياتكم بتبقوا مون فتحين اكتر على طاقات مختلفة من الالوان آآ منكم ناس بتسافر كتير او بتنتقلوا لبلدان كتيرة وقد يكون حد في المجموعة دي انت عندك منصب قوي آآ او انت في مكانها اجتماعية آآ او سياسية قوية او ليك آآ يعني ليك مكانة محفوظة في بلدك او في المكان اللي انت مقيم فيه ليك مقام عالي آآ او ليك منصب كبير او من الاشخاص المؤثرين آآ وعندك السلطة لصنع قرار او حداث تغييرات ربما في المجتمع بتاعك ممكن تكونوا ابروك ابروك جيش تكونوا الحمل او بتحملوا الطاقات الهوائية الحد فيكو برضو الدلو الجديو الجوزة والطاقة التروبية والمائية خلينا نشوف الشخص اللي انتو حطيتو نيتكم عليه العلاقة دي هي تواصل بالروح بس مش دايما حتى بتقدروا النقوط اتواصله بالروح حينا بيكون في آآ عكس او عدم القدرة على التواصل بالروح بالشكل الكافي ممكن شخص دي يكون مختلف عنكم في الجنسية ممكن تكونوا بتتعملوا مع شخص برج العقرب او بيحمل الطاقة التروبية ويجايز برضو الحوت او الميزان آآ او الجوزاء والاسد برضو ما هيكون في طاقة الشخص دي. الشخص دي سبق لي ودخل في علاقة زواج قبل كده وممكن بالفعل يكون هو في الوقت الحالي لازال في العلاقة دي لازال شخص متزوج او لسه مرتبط او لسه في علاقة متواجد فيها آآ من الاشخاص اللي عندهم موضع مادي قوي لكنه بيسافر كتير او بينتقل كتير وقد يكون الشخص دي مختلف عنك في الجنسية يعني هو من جنسية تانية او من دولة تانية او مكان تاني الشخص ده هو متحرر من العادات والتقاليد لكنه آآ موجود فيها يعني كفكر او كروح هو شخص لا ينتمي للعادات والتقاليد لكن كواقع هو ملتزم كل الالتزام بالعادات وبالتقاليد وبكلام الناس وبكده لكن هو من جوه لا يبالي آآ او روحه الحقيقية لا تبالي بالعادات والتقاليد او كلام الناس لكن تصرفاته كلها ان هو شخص يبالي ويهتم آآ احيانا بيكون في تواصل الروحي بينك وبين الشخص ده واحيانا بيكون في سوء تفاهم في التواصل الروحي او آآ ربما تصل بعض الرسائل المشوشة او المختلطة طيب هو عاوز يقول لك ايه في الوقت الحالي شخص ده بيتعمد ان هو ان هو يبعدك او بيتعمد ان هو آآ يصدك او بعدك عن الطريق بتاعه خليك بعيدا عنه يخليك ما بتتكلمش معه او يحط حاجز بينك وبينه كأنه بيرتاح اكتر للتواصل الروحي او اللواعي شخص ده كتير بيبقى متعمد ان هو يعمل لك تخاطر واحيانا ممكن يكون بيحاول آآ يبعد في طاقة المكان على امل ان ببعد المكان ينسي شيء بينك وبينه هو الشخص ده عنده مشاعر ليكو لكن هو متعودش انه يستثمر في علاقة بناء على المشاعر هو من الاشخاص اللي ممكن آآ يعني انجزب ليكو في البداية انجزاب جسدي لكن مع الوقت بدأت تتحرك جوه المشاعر تانية او الشخص ده انت لمست الطفل اللي جوه يعني قدرت تلمس الطفل اللي موجود جوه فحركت عند الشخص ده مشاعر ممكن ما كانش متوقع او ما كانش جاهز انها تتحرك في الوقت الحالي آآ هو مجبر على انه يختار ربما بينك وبين حد تاني او هو موجود في علاقة ومش هيقدر يخرج منها في الوقت الحالي يعني جايز هو في علاقة آآ وما يقدرش يترك الشريك في الوقت الحالي لك لما قابلتك اول مرة بكل امانة ما كنتش اتوقع انك هتكون بكل الاهمية دي بالنسبة لي آآ الرسالة دي ممكن منه ليكو ممكن تكون انت اللي بعت هالو في يوم من الايام هتبكي عليه زي ما انا بكيت عليك في يوم من الايام هتفتقدني زي ما انا افتقدتك في يوم من الايام هتحتاجني زي ما انا كنت محتاج لك في يوم من الايام هتحبني بس انا هكون بطلت احبك فممكن انت اللي تكون بعت هالو او ممكن يكون الشخص ده هو اللي بعتها لك يعني لو كانت الطاقة عكسية او هو اللي كان بيحاول يحبك ويقرب ليك وانت كنت بتتجاهل الشخص ده فلو انت خلاص انت يعني الشخص اللي كنت متجاهل وجايه دلوقتي بتحب الشخص ده فكأنه بيقولك خلاص ونه وبطل حبك مش مهم انت فين موجود دلوقتي لانك دايما هتكون موجود جوه قلبي لما شفتك اول مرة انا يعني وقعت في حبك وقتها انت ابتسمت لانك ادركت انه هو وقع في حبك او اه وقع في غرامك من من اول لقاء او من اول مرة اه شايفك فيها ممكن الشخص ده احيانا بيحاول او بيجاهد نفسه عن انه يبعد عنك او انه يكون مفيش كلام او مفيش تواصل بينك وبينه زي مجاهده بيحاول انه يبزل جهد عالي اه على امل انه يبعد انه هو من الاشخاص اللي خايف يحب او خايف يستثمر بشكل قوي في المشاعر بتاعته وممكن دايما يكون بيتصرف كأنه حد يعني لا يبالي او ما عندوش الشعور بالمسئولية او مش مهتم اصلا باي حاجة متعلقة بالمشاعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة